امرأة ضاقت احوال زوجها فذهبت الى رجل ميسور الحال وطرقت الباب فخرج احد الخدم وقال لها ماذا تريدين فقالت اريد ان اقابل سيدك فقال من انت قالت اخبره انني اخته الخادم يعلم ان سيده ليس عنده اخت فدخل وقال لسيده امرأة على الباب تدعي انها اختك فقال ادخلها فدخلت فقابلها بوجه هاش باش وسألها من اي اخوتي يرحمك الله فقالت اختك من ادم فقال الرجل الميسور في نفسه امرأة مقطوعة والله ساكون اول من يصلها فقالت يا اخي ربما يخفى على مثلك ان الفقر مر المذاق ومن اجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق فهل عندكم شيئا ليوم التلاق فما عندكم ينفد وما عند الله باق قال اعيدي فقالت يا اخي ربما يخفى على مثلك ان الفقر مر المذاق ومن اجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق فهل عندكم شيئا ليوم التلاق فما عندكم ينفد وما عند الله باق قال اعيدي فاعادت الثالثة ثم قال في الرابعة اعيدي فقالت لا اظنك قد فهمتني وان الاعادة مذلة لي وما اعتدت ان اذل نفسي لغير الله فقال والله ما اعجبني الا حسن حديثك ولو اعدت الف مر لأعطيتك عن كل مرة الف درهم ثم قال لخدمه اعطوها من الجمال عشرة ومن النوق عشرة ومن الغنم ما تشاء ومن الاموال فوق ما تشاء لنعمل شيئا ليوم التلاق فما عندنا ينفد وما عند الله باق لا تنسوا الفقراء لان الله غني ونحن الفقراء